موسيقى فانا دلوقتي شلت الكاردياك موديل ده وجبتلك واير موديل شلته معلقه في الهور تمام؟ خلي بالك الأرطري اللي مطلع السلوك الرفيعة دي دي سيبتال أرطري هو من اللي بيغز السيبتال البيدي ايه فالبيدي ايه دايما بيشاور على الايبكس ومه ماشي كده وبيروح نحيط الايبكس عايز يقابل مين؟ اهو وهنا في الرسمة دي يقابل الايدي فدايما ده بيشاور على الايبكس فانا اعمل لك أوريانتيشن للهورت كأنه فعلا الى اناليفو كارديا بوزيشن ان البيدي ايه ده باصس نحيط الشمال والقدام هو الشمال وقدام تخيل الصورة 3D وهجبها لك دلوقتي 3D تمام؟ والبيل اللي ده ماشي في الجروف فانت شايفو كأنه بالعرض فمتخلن هما الاتنين على بعض المنظر ده اول منظر بنيجي نشوفه بيلاقي القرص ايه عامل زي حرف السي بتلاقي القرص ايه باين البروكسيما البارت والبرانش البروكسيما والميد بارت والديستال بارت بس في اوفرلاب ما بين البيل والبيدي ايه حلو عشان اظهر الاوفرلاب بتاع البيل والبيدي ايه محتاج ان انا اروح كرينيال فيو لما بروح كرينيال فيو بيطلع البيل لفوق وينزل البيدي ايه تحت يبقى انا فتحت منطقة البايفوركيشن ودي بتبقى في معظم العينين وفي عينين تانين اول فيو ده خالص انا اصلا بيباين لي كل حاجة في القرص ايه تعال شوف الفيديو ده كده انا همعلق لك الواير سيستم ومد ضوء عشان اوريك المنظر بيبقى عامل ازاي تعال نشوف الشادو كده اهه ده اول منظر المنظر الاول ركز بقى معايا واحفظ straight leo 40 degree ده اول view بنجيبه لما نصور القرص ايه نجيب ال straight leo 40 degree كأن باصص على القلب من ناحية الشمال باصص من هنا شلي بقى الهارت وشلي كل حاجة هتلاقيك شايف القرص ايه كأنه c shaped ومين اللي فيوشك ده مين اللي ضارف فيوشك ده البيدي ايه والبي ايه اللي باين كده طب البيدي ايه ده هل يخيل انت تبقى شايفه عدل كده لا ده انت تبرر للونج اكسس بتاعه فبتلاقيه ظاهر في القسطرة ازاي بوصه عامل ازاي ده البي ايه وده البيدي ايه جنبه وانت فاكر ان انت مش عامله فور شورتنينج لاقيه بيبقى homogenous وعادي وشكل عادي جدا بس ده مش طوله الحقيق هتلاقي بعض الكتب يقولك ايه ده ال straight leo 40 degree بيعمل فور شورتنينج شوية البيدي ايه وانت مستغرب جدا تلاقيه في القسطرة القرص اللي عامل كده وده البيدي ايه وده البيدي ايه فين الفور شورتنينج جدا والبيدي ايه زاي الفور شورتنينج جدا ده هو فيه فور شورتنينج فعلا هنشوف بقى في الفيوهات التانية يبقى انا الفيو الاولاني straight وده الفيو اللي بصور فيه وده الفيو اللي باجيب بعمل engagement للارس ايه فيه زي ما هنشوف فيه الحلقات بتاعت الكورونري catheters and guide تمام؟ بندخل في اول فيو انا دخل اصور الارس ايه باجيب جوتكنز رايت بديك مختصر كده وبعده ندخل في الفيو اللي اسمه ايه 40 ديجري اربعين درجة ولف القسطرة مع سحبة تقوم القسطرة ده خلالي جوا الارس ايه اجه اصور واخد تست وتطمن بريجر تريسنج بتاعه كويس اصور الارس ايه يبقى الارس ايه هكذا يبقى البروكسيما البارت كويس وزود فورشرنج الميدل بارت يبني يعني كويس الديستل بارت ومشكلة في الحتة دي فانا محتاج في الحتة دي allem كل ميال الي يطلع ليفوق كل ميال الي انزل الحubs يعني انا لو رحت كرينيال انا كنت ال اي او اربعين درجة في نفس ال اي او ده رحت اي او اعشرين لقت الارتري احبان فتفتح بس اعمل كده فنفس افتح الزوية دي أكتر. هقول له إيه؟ زود لي الكرينيال يعني كنت إيه ليه أربعين قصدي ورحت كرينيال عشرين. هقول له زود لي الكرينيال خليه أربعين. هتلي إيه ليه كرينيال أربعين درجة. هينزل البي دي إيه أكتر ويطلع البي إيه اللي أكتر ويملك السبتلات هنا. تمام كده؟